إلى صحيفة القدس العربي مقتل 15 وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي سهدف حياً يضم وجهزة أمنية ومركزاً إيرانياً في دمشق أعلنت وكالة أنباء النظام السوري سانا مقتل خمسة أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح في حصيلة أولية جراء عضوان إسرائيلي جوي برشقات من الصواريخ سهدف نقاطاً في دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية ونادراً ما تشن إسرائيل ضربات مماثلة داخل الدمشق إذ تقتصر ضرباتها على مواقع عسكرية على طرف العاصمة وفي ريفها ومناطق أخرى ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عضواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين مؤكداً قد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لهذه الصواريخ حسب قوله وأضاف خبر السانا أن القصف أيضاً أدى كحصيلة أولية إلى مقتل خمسة بينهم عسكري وصابت 15 مدنياً بجروح بينهم حالات حرجة وتدمير بعض المنازل المدنية والسهدف القصف بشكل رئيسي حي كفرسوسة في جنوب غرب دمشق والذي يعد من الأحياء الراقية في العاصمة السورية وتوجد فيه مقرات عسكرية واستخباراتية وأفرع أمنية ترجمة نانسي قنقر